احنا نعرف الامراض او نعرف الخدمات المقدمة من خلال هذه الوحدات طبعا الوحدات موجودة في كل محافظات مصر تقريبا بتقدم خدمات سواء بقى كشف مبكر عن الامراض تعديل كل الاجراءات الخاصة بالمبادرات الرئاسية صحة المرأة التنظيم الاسرة بعض النفقات او الاعدالة من خلال توزيع زوي الاحتياجات الخاصة والتطاعمات كل الحاجات اللي بتقدم من خلال وحدات الرعاية الاساسية هي دي اللي احنا مستهدفنا الاصل في تقديم الخدمات الصحية ان المواطن لما يكون عنده شكوى يروح لوحدة الرعاية الاولية ثم اذا احتاج الامر ان هو يروح لوحدة الرعاية الثانية او التالتة او حتى الرابعة هو ده المتبع على مستوى العالم في الخدمات الطبية حتى لا يكون هناك ارهاق ويعني وجود في المستشفى بدون احتياج حقيقي للعملات الجراحية الحقيقة اللي بيحصل في مصر مش كده اللي بيحصل ان المواطن بيتوجه الى المستشفى في الطوارئ وده بيؤدي الى ضغط على غرف الطوارئ وعلى الاطقب الطبية المتقدمين لخدمات الطبية في المستشفى احنا هنا بنحاول نقول ان من خلال 5,426 واحدة رعاية اولية على مستوى محافظات مصر كلها وهذا الانتشار زي ما هو باين في الخريطة موجود في الريف وفي الحضر اذا احنا عندنا تواجد من خلال هذه الوحدات داخل تقريبا كل القرى والمراكز في كل محافظات مصر علشان نقدر ان احنا نشتغل في كل القرى بنفس التوقيت كان لابد من ان احنا نطور في هذه الوحدات الرعاية الاولية حتى يمكن ان نعظم من الاستفادة للمواطنين ونكون موجودين في اماكن قريبة من سكن المواطن البسيط في كل محافظات طبعا احنا طورنا من خلال حياة كريمة عدد كبير جدا من منشآت الرعاية الاولية انا بقول منشآت ان هي فيها وحدات وفيها مراكز صحية انا ما بتكلمش على المستشفى انا بتكلم على الحالة الاولى اللي ممكن المواطن يتوجه اليها وياخد علاجه وياخد الدوة بتاعه من غير ما يلجأ الى ان هو يروح على الطريق او يسافر او يلجأ الى المحافظة او يلجأ الى المستشفى الموجودة في المحافظة طيب الخدمات اللي بتقدم من خلال هذه الوحدات هي من اول الولادة لحد فوق الى مشاء الرحمن لو شفنا خدمات اللي بتقدم سواء من سن الولادة لحد خمس سنين هنلاقي فيه فحص للسمع هنلاقي فيه التطعيمات الاجبارية فحص الهرمون الغودة الدرقية ايضا متابعة الطفل صرف الالبان كل الاجراءات اللي بتتم من اول يوم في الولادة لحد سنة خمس سنونات بتتم داخل وحدات رعاية اولية لو روحنا اكتر شوية من خمسة ل خمستاشر سنة حنلاقي المبادرات الرئيسية الخاصة بصحة الطفل سواء بالانيميا والتقزم والسمع بتتم داخل هذه الوحدات متابعة التطعيمات ومتابعة التحليل الدورية للاطفال بتتم داخل هذه الوحدات لو رحنا من خمستاشر سنة لواحد وعشرين سنة حنلاقي في مرحلة الشباب والمرهقة هنلاقي الفحص الطبي التحليلات الدورية كل حاجة ليه علاقة بالتخزية المبادرة الشباب والمرهقين لو رحنا من 18 سنة في ما فوق هنلاقي باقي المبادرات الرئاسية اللي هي بتعامل مع صحة المرأة المقبلين على الزواج صحة الام والجنين تنظيم الاسرة وهنا اقف عند تنظيم الاسرة لان اذا كنا عندنا قضايا سكانية هم جدا احنا مهتمين بها كلنا هم حاجة في تقديم الخدمات الصحة الانجابية ورعاية وتنظيم الاسرة هي بتتم داخل وحدات الرعاية الاساسية لو رحنا على المبادرات صحة المرأة والمئة مليون صحة والاعتلال الكلوي والفحص المبكر على السرطان والمصحات حتى فيروسي بتتم داخل وحدات الرعاية الاولية كمان بنشتغل على اكتر من 65 سنة من مبادرة كبار السن وصحة المرأة وايضا بعض المبادرات الخاصة بالدعم النفسي والصحة النفسية اذا من الواضح امام حضراتكم الاهتمام بالوحدات الرعاية الاساسية او منشآت الرعاية الاساسية هو هيطور في منظومة الصحة بشكل عام وهيقدر يصل الى اماكن يمكن صعب الوصول اليها كنا بنصل اليها بعد كده قبل كده بالقوافل العلاجية لكن هناك تحديات من هذا الامر اهم تحدي في هذا الامر هو عدم وجود العناصر البشرية بكامل التوقيطات بتعمل في الخمس سلاف روامية واحدة اللي احنا بكلمنا عليها دي فاذا احنا عندنا الخدمات دي بتقدم غالبا من تمانية صباحا الى اثنين مساء وبتقدم حجم الاستفادة في المشروع الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية هيستفاد منه ما يقرب من تمانين مليون مواطن تمانين مليون مواطن مع انتهاء هذه المبادرة هيقدر ان هو يكون بيستفاد بكل الخدمات الصحية على نطاق كل الجمهورية احنا قلنا واحد وعشرين محافظة لان فيه ست محافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل فيها هذا النظام متبع وفيها هذا التطوير بيتم على الارض طيب يبقى اذا احنا الخدمات المقدمة زي ما احنا شفناها لو كلمنا على كل خدمة بالتفصيل هنلاقي خدمات تنظيم الاسرة بشكل عام من اول خدمات المشورة والكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الاسرة مجانية في كل الاماكن مش بس كده احنا كمان من خلال الرؤادات الريفيات بنعمل زيارات منزلية علشان نقدر نطور في التوعية وفي متابعة الامداد بالوسائل اللازمة لتنظيم الاسرة ده بيتم فين داخل وحدات الرعاية الاساسية كمان صدق سيادة الرئيس على مبادرات يعني حديثا حتنضم لهذه الخدمات وهي مبادرة الصحة النفسية يمكن مهم جدا ان احنا نعرف عماد الصحة في العالم هو صحة بدنية وجسمانية وصحة نفسية وصحة مجتمعية فاذا الاهتمام بمحاور الصحة بشكل عام هو شيء مهم عشان كده احنا بنقول ان من خلال الوحدات الرعاية الاساسية هنهتم بالشباب هنهتم بطلبة المدارس هنهتم بصغار السن بالموليد بالمرأة وبالرجل في كافة الاعمار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتحسين الصحة العامة اللي فيها اكتر من 14 مبادرة بتتم وحضراتكم طبعا يعني عارفين كل الاجراءات اللي بتتم بخلال مبادرة الرئاسية سواء مبادرات القوائم الانتظار سواء المسوحات الخاصة بالفيروس سي او صحة المرأة او صحة الموليد يعني مش هنخش في التفاصيل الخاصة لكن كل الامام حضراتكم من مبادرات رئاسية بتتم من خلال الوحدات الرعاية الاساسية بشكل كبير وحتى المتابعة اليومية من خلال قائمة الانتظار في وزارة الصحة بيتم البداية في وحدات الرعاية الاولية اذا الاكيد ان تطوير نظم وخدمات الرعاية الاولية حيؤدي الى تحسين الصحة العامة للمواطنين وحيؤدي الى بالدراسات العالمية الى زيادة متوسط العمر الى ثلاثة وسبعة من عشرة في سنة زيادة في المتوسط العمر وده دراسات دولية اللي اهتموا بالوحدات الرعاية الاساسية وصلوا لهذه النتائج هذا المشروع الضخم اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو بيؤدي عشان يقدر نعمله لازم نطور في البنية التحتية وكفاءة المنشآت لازم التجهيزات تبقى على قدر من الحداثة ايضا الاهم من هذا وذاك هو بناء قدرات التواقم الطبية العاملة داخل هذه الوحدات وتكون موجودة ونطور فيه عدد ساعات العمل عشان نقدر نحن نغطي وندي خدمات طبية لمواطنين في كل المحافظات فعلشان هذا المشروع يتم كان هذا الامام حضراتكم هو الخطوات التنفيذية اولا هيبقى فيه موعيد عمل في هذه المنشآت الرعاية الاساسية من 8 الى 2 صباحا من 8 صباحا الى 2 عصرا عشان نقدم فيها خدمات الرعاية الصحية مبادرات الرئاسية تحسين المرأة الاضافة انه هيكون هناك لأول مرة عيادات تخصصية من فترة المسائية من الساعة 2 الى 6 مسائة وفي اي تخصصات في تخصصات النساء والولادة الاطفال الجلدية امراض البطنة يبقى احنا هنجيب استشاريين ومتخصصين يكونوا موجودين داخل هذه الوحدات الرعاية الاساسية في فترات مسائية علشان اللي محتاج واللي عايز رعاية من نوع متخصص يقدر ان هو يلاقيها ده برضو بيوفر اللجوء الى المستشفى والصفر الى المركز يبقى انا بقدم خدمات بجوار المواطن في مقر سكنه في القرية او المحافظة مش بس كده احنا مجموعة من الوحدات الرعاية الاساسية اللي بتخدم مجموعة اكبر هندي فيها فرصة عمل طوارئ من 6 مسائن الى 8 صباح عشان اذا احتاج المواطن في فترة اللي يوجد في الوحدة الصحية الشغالة يلاقي مكان يقدر يقدم له خدمة طوارئ لمدة 24 ساعة على مدار اليوم منقدرش نعملها في كل الوحدات لكن هننقي مجموعة من الوحدات اللي تقدر تكون بتخدم مجموعة من القرى علشان نقدر نصل لهذا العمل كمان فكرنا اكتر من كده من خلال توجهات سابت الرئيس ان في بعض الحالات المريض او المواطن مش قادر ينزل يروح نتيجة كبر السن نتيجة وجود اي مرض او نتيجة وجود يعني عدم القدرة على النزول احنا نروح له ونقدم تقريبا مرتين في الاسبوع بنقدم خدمة نرعاق بالمنزل وهي زيارات منزلية علشان نوصل الدواء ونتابع الحالة الصحية للمواطن في مكانه ايا كان هو في قرية او المحافظة يبقى اذا احنا بنضيف خدمات جديدة بنمد ساعات العمل بشكل كبير خطة العمل في هذه المبادرة الرئاسية اللي تمت بتوجيه من سيد الرئيس للحكومة وتم عرضها وتم التوافق عليها هتكلف الدولة ما يقرب من 6 مليار جنيه سنويا 6 مليار جنيه سنويا عشان نقدر نحقق اللي احنا بنقوله في هذه الخدمات اللي نتصور انها عند اكتمالها هتنقل الخدمات الصحية على كافة المواطنين بشكل كبير بنشتغل في المرحلة الاولى على 251 منشأة صحية ما بين وحدة ومركز نطورها وتخش الخدمة ودي معادها من اول يناير ان شاء الله كمان اقل من يومين هنكون بنبدأ في هذا المشروع القومي الضخم 251 في 21 محافظة ان شاء الله نبدأ في من اول 1 سبعة نكمل ال 251 دول يوصلوا لألف واربعة منشأة صحية في 21 محافظة ده هياخدنا لحد نهاية سنة 23 سنة 24 ان شاء الله نكمل باقي الخمس سلاف وحدة رعاية اساسية يبقى ان شاء الله مدة هذا المشروع هو سنتين تبدأ خلال ايام وتكلفة زي ما قلنا ما تقرب من 6 مليار جنيه عشان تحقق عوائد هامة جدا في كل المجال الصحي على مستوى محافظات مصر اشكر حضراتكم واذا كان فيه اي سؤال انا مستعد تفضل ده سؤال مهم جدا لان منظومة التأمين الصحي الشامل اللي سادت رئيس اتكلم عنها يعني قريبا كانت بتتكلم على نظام التكافلي نظام التكافلي يعني ان المواطنين اللي عندهم اشتراكات ويقدروا ان هما بيتحملوا جزء من تكلفة العلاج وفيه بعض المواطنين اللي هما ما بيشتغلوش لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص من هنا كان فكرة سادت رئيس لما اشار الى الصندوق علشان تقدر الدولة يبقى فيه استدامة في الصرف على هذا الموضوع لكن ارجع تاني منظومة التأمين الصحي معتمدة بشكل اساسي على الرعاية الاولية ثم المستوى الثاني ثم المستوى الثالث يعني لا يجوز للمواطن ان يذهب الى المستشفى قبل ان يكون هناك احالة من منظومة الرعاية للسي فاللي احنا بنعمله احنا بنعد محافظات الجمهورية وبندرب المنظومة الصحية على التعامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل عندما يصل منظومة التأمين الصحي الشامل الى اي محافظة من الواحد وعشرين اللي احنا بنتكلم عليها هتكون مستعدة وكل الوحدات متسجل فيها في نطاق المحافظة اسماء المواطنين الحالة الصحية للمواطنين الخريطة الطبية للمواطنين وده هيسهل بشكل كبير جدا وكأننا بدأنا في منظومة التأمين الصحي في كل محافظات مصر في وقت واحد بشكل تدريجي فهي تعد المنظومة الصحية لاستقبال منظومة التأمين الصحي الشامل ان شاء الله تفضل طبعا حيظل الاحتياج للذهاب الى المستشفى اللي بتقدم خدمات طبية من المستوى التاني او المستوى التالي قائم لكن الدراسات الدولية في هذا المجال اثبتت ان اذا تهتمنا بوحدات الرعاية الاولية من وحدات ومراكز سبعين في المائة من المشاكل الطبية ستنتهي عند هذا الحد ويتبقى الثلاثين في المائة اللي حرطك بتتكلم عليهم اللي لا بد من احالتهم الى المركز او المستشفى الذي يقدم الرعاية من المستوى التاني او المستوى التالي المتقدم حتى ان يكون هناك عمليات جراحة زراعة مثلا او قلب مفتوح فده مش هيبقى بديل بس احنا بنتكلم احنا عايزين نقلل الضغط على المستشفيات حتى تتفرغ لما هي منشأة من خلاله او من اجله لكن ليس بالمعنى ان يعني يكون هناك مريض بيشتكي من عرض بسيط زي ارتفاع في درجة الحرارة او زي مثلا مغس كلوي او ما شابه ذلك يضطر ان هو يذهب الى المركز او المستشفى حتى يمكن ان يتم علاجه عشان كده قلنا الاكتر خدمات بنحتاجها في هذا المشروع هو البطنة الاطفال النساء والولادة والجلدية في التواجد في التخصصات دي لحل المشاكل في هذا السياق لكن اذا كان هناك احتياج للاحالة للمستوى الاعلى فده يتم جديرهم بالذكر ان اللي احنا بنتكلم عليه ده ايضا بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الاهلي وتنموية وقطاع التنمية المجتمعية لاتحاد البنوك والبنك الاهلي حتى هذا المشروع هو تكامل ما بين الدولة متوسلة في الموزنة العامة للدولة والمجتمع المدني متمثل في التحالف الوطني وفي قطاع التنمية المجتمعية في البنوك لتغطية التكلفة السنوية لهذا المشروع أيضا ده سؤال مهم جدا لأنه زي ما أنا قلت يمكن التحدي الكبير في الوحدات الموجودة منذ زمن طويل هو عدم وجود الكوادر الطبية من أخصائيين طب الأسرة على سبيل المثال أو المتخصصين وده يمكن الرقم اللي أنا قلته حوالي 70% منه رايح في التدريب والحوافز الخاصة بمقدم الخدمات الصحية من طبيب وتمريد ومسجل وفني فإذا نعلم تماما أن هذا المشروع لن يتم بالشكل لما نتمنى دون أن يكون هناك تأكيد على العنصر البشري الذي يقوم بهذا العمل أهم من المكان نفسه ومن التجهزات الموجودة فيه فهذا يعني واخدين في حساباتنا النجاح في هذا المجال طبعا يعني هو بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية اللي هي مسؤولة عن يعني التعاون في مجال الدواء ولكن يعني ببساطة مصر تنتج جم كبير جدا من الأدوية تصل إلى حوالي 90% مما نستهلكه في الأدوية العادية لكن التحدي الكبير اللي الدولة شغالة فيه في المرحلة القادمة سواء في مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص هو انتاج الأدوية البيولوجية أو الأدوية التي تستوردها الدولة المصرية من الخارج وعلى سبيل المثال كما تفضلت أدوية الأورام لكن احنا حققنا نجحت كتير في انتاج أدوية السكر على تبيل المثال الأدوية طبعا التقليدية كلها موجودة بل بالعكس يعني هناك تصدير لكثير من الأدوية المصرية في أسواق عالمية ليست فقط في أفريقيا ولكن يعني مؤخرا كان هناك من كوبا لسه تصريح أنها سجلت أو بتسجل بعض الأدوية المصرية وهناك تعاون مع الدول العربية شقيقة مع دول أفريقية حتى مع دول أوروبية لتصدير الدواء المصري في الخارج فالدخول في الصناعات المتقدمة قصة بتصنيع اللقاحات مثلا من نظام المسنجر R&A أو الحمد الرسولي أو من أدوية البيولوجية أو أدوية الأورام بالفعل بدأت المصانع الدولية تستعد لهذا العمل الهامي الذي سيوفر على خزين الدولة كثير من الإرهاق الخاص باستيراد هذه الأدوية أشكركم شكرا جزيلا شكرا شكرا